بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الثاني والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان أشراط الساعة ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن خروج يأجوج ومأجوج على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من ذكر هذا الحدث العظيم لأن الإيمان بذلك واعتقاده واجب على المسلم وخروج يأجوج ومأجوج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ذكر ذلك السفارين يرحمه الله أما الكتاب ففي قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقال تعالى في قصة ذي القرنين ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وهذا سد من حديد بين جبلين بناه ذو القرنين فصار ردما واحدا يحجز هؤلاء القوم المفسدين في الأرض عن أذية الناس والإفساد في الأرض فإذا جاء الوقت الذي قدر الله انهداما هذا السد فيه جعله الله مساويا للأرض وهذا وعد لا بد منه فإذا انهدم يخرجون على الناس ويموجون وينسلون أي يسرعون المشي من كل حدب ثم يكون النفخ في الصور قريبا من ذلك وأما السنة ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد في قتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذا ماء ويحصرون عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار الحديث وفي حديث حذيفة عند الطبراني ويمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس قال الإمام النووي وهم من ولد آدم عند أكثر العلماء قال ابن عبد البر الإجماع على أنهم من ولد يافث ابن نوح عليه السلام ذكر ذلك العلامة السفاريني قال ابن كثير يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم ثم قال وهم من ذرية نوح من سلالة يافث أبي الترك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب خروجهم وحذر منهم فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين أصبعيه وأما صفاتهم وأجسامهم فقد قال الإمام بن كهيرا رحمه الله هم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الترك لغتهم المغول المحرزمة عيونهم الدلف أنوفهم الصهب شعورهم على أشكالهم وألوانهم ومن زعم أن منهم الطويل الذي كان نخله ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطأ بالأخرى من زعم ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما لا دليل عليه وأما ما يحصل منهم من الأذى والفساد في الأرض ونهايتهم فقد بيّن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يا جوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيغشون الناس وينحاز الناس عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم فيشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان ها هنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مختضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتا لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال فيتجرد رجل منهم محتسبا قد وطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتا بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله تعالى قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء أصابته من النبات قط قال الإمام بن كثير وهكذا أخرجه بن ماجه من حديث يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به وهو إسناد جيد وقد أنكر بعض الكتاب العصريين وجود يأجوج ومأجوج ووجود السد وبعضهم يقول إن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقة في الصناعة ولا شك أن هذا تكذيب لما جاء في القرآن وتكذيب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأويل له بما لا يحتمله ولا شك أن من كذب بما جاء في القرآن أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وكذلك من أوله بما لا يحتمله فإنه يخشى عليه من الكفر وليس لهؤلاء شبهة يستندون إليها إلا قولهم إن الأرض قد اكتشفت كلها فلم يوجد ليأجوج ومأجوج ولا للسد مكان فيها والجواب عن ذلك أن كون المكتشفين لم يعثروا على يأجوج ومأجوج وسدهم لا يدل ذلك على عدم وجودهم بل يدل على عجز البشر عن الإحاطة بملكوت الله عز وجل وقد يكون الله عز وجل صرف أبصار المكتشفين عن رؤيتهم أو جعل أشياء تمنع من الوصول إليهم والله قادر على كل شيء وكل شيء له أجل كما قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وما الذي أعمى أبصار الأوائل وأعجز قدراتهم عن كنوز الأرض التي اكتشفها المعاصرون كالبترول وغيره إلا أن الله عز وجل جعل لذلك أجلا ووقتا لما حان اكتشفت هذه المخزونات التي في الأرض والله المستعان وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته